بسم الله الرحمن الرحيم حالي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن بالسماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يقصر مستكفرا ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكفرا كأن لم يسمعها فبشر بعذاب أليم وإذا علم من آيات لا شيئا اتخذها هزوا وإذا علم من آيات لا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهير من وراءهم جهنم من وراءهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا متخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جبيعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين هؤمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي طوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربهم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس غدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين هامنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمي وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا كتنا عليهم أن تلابيناتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن ناثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخصر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنكم ما نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أبلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكفرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حقا والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظل إلا ظلا وما نحن بمستيقنين وبدانهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزنون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومعواكم النار ومالك للناصرين وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومعواكم النار ومالك للناصرين لا لكم لأنكم اتخذتم آيات الله متوار وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتمون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رد العالمين وله الكبرياء بالسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم